عندي كمان موضوع المدافع الزمالك لسه بيحاول التعاقد مع مدافع طيب ايه قصة باهر المحمدي باهر المحمدي اتعرض على الجومز فعلا واللعب كان مرحبا كريم انه هو يجي الزمالك في الوقت ده خاصة انه هو يعني حس انه هو ما خدش فرصته في الزمالك في الفترة الاولى لكن جومز هو اللي رفضه جومز بعد ما شايف مباراة كاملة لي حقيقة قال انه هو فنيا لا مش مناسب لي طب جومز رفض مين كمان رفض احمد حسام مدافع الجونة اللي كان الزمالك خلاص خلاص كل شيء معاه لكن الحقيقة جومز في اخر لحظة رفضه مين اللي على رادار الزمالك في الوقت الحالي ياسين مرعي مدافع فرقه هو الاقرب للانضمام للزمالك وبالمناسبة دي قد تكون اخر صفقات الزمالك في الفترة الحالية ياسين مرعي مدافع فرقه مدافع فرقه